ننضم إلينا من موسكو مراسل الغد يوسف بيغاري يعني يوسف التحركات الأمنية التي اتخذتها السلطات الروسية بعد هذه العملية وماذا عن آخر ملابسات الواقعة؟ آخر الإحصاءات تشير إلى ثمانية قتلى وتسع وعشرين جريحاً إثر هذا الحادث الأمني بحسب وصف لجنة التحقيقات الروسية الذي استهدف جامعة بيرم صباح اليوم المطلق النار بحسب آخر تصريحات أيضاً من أجهزة الأمن الفيدرالية الروسية لا يزال على قيد الحياة بعد تبادل لإطلاق النار مع الأجهزة الأمنية وبعدها تم نقله إلى المستشفى ويعاني من جروح خطيرة للغاية بحسب التوصيف الصادر في بيان للأجهزة الأمنية لجنة التحقيقات فتحت تحقيقاً حول ملابسات هذه الحادثة الأمنية وقالت بأنها تدرس جميع الفرضيات من بينها قضية التجنيد الإلكتروني على الرغم من أن صاحب أو مطلق النار في الجامعة نشر منشوراً في مواقع التواصل الاجتماعي وبالضبط في موقع التواصل الاجتماعي في كونتاكتو وموقع روسي تحدث فيه بأنه لا ينتمي لأي جماعة إرهابية أو جماعة متطرفة وأنه كان يحلم بالقيام بعمل إجرامي كهذا واستهدف في عمل هذه المرة الجامعة التي كان يدرس فيها بالمناسبة هو طالب يبلغ من العمر 18 عاماً يدرس في كلية الحقوق في هذه الجامعة الكريملين تحدث عن الحادث الأمني الذي جرى في جامعة بيرمو طلب من وزارة الصحة التوجه فوراً إلى مقر هذه العملية والقيام بكل المساعدات اللازمة في هكذا حالات وفتح تحقيق حول هذه القضية خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة بأن هذا الطالب الذي يبلغه من العمر 18 عاماً قد اقتنى هذا السلاح بطرق قانونية وهو يبلغ من العمر 18 عاماً فقط في السابق تحدثت السلطات الرسمية الروسية عن قرار أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصادق عليه مجلس الدومة حول تجديد الإجراءات أو إجراءات اقتناء الأسلحة الآن يفتح تحقيق حول ملابسات هذه القضية ويفتح تحقيق أيضاً حول من هي الجهة التي وافقت على إمكانية أن يقتني شاب يبلغ من العمر 18 عاماً سلاحاً ويتوجه به إلى الجامعة ويطلق النار بشكل عجوائه هذا السؤال الأول السؤال الثاني حول إمكانية الأمن في الحرم الجامعة هنا يطرح السؤال مجدداً بعد قضية مشابهة حصلت في مدرسة في كزان ورحى ضحيتها أكثر من عشرة تلميذ في هذه المدرسة المحققون يتابعون هذه القضية ويفتحون تحقيقاً يدرسون فيه كل الإمكانيات بما فيها العمل الإجرامي أو العمل الإرهابي أو ما يسمى بالتجنيد الإلكتروني يوسف بيغار مراسل الغد كنت معنا من موسكو شكراً جزيلاً لك ترجمة نانسي قنقر